وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعشقاك الحجر فانفجوت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشوبهم كلوا واشوبوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نشبر على طعام واحد فادع لنا وبك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبشقلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبقوا مشرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عشقوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنسقارا واشقى بئين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ووفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قودة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعغة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة وشق فراء فاقع لونها تسروا الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا زلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون